المياه العذبة هي أهم مورد على الإطلاق بالنسبة للبشرية وهي عامل الحياة الرئيس على كوكب الأرض فبالمياه يحيى الإنسان وهي تقترن بجميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يطلع بها ويمكن أن تكون عاملا يعزز التقدم الاجتماعي والتكنولوجي أو يعرق له كما يمكن أن تكون مصدرا للرفاه أو البؤس أو سببا للتعاون أو التنازع تعد الدول والعربية من بين أكثر الدول المهددة بشح المياه فقد صنف تقرير للأمم المتحدة لعام 2019 أغلب دول المنطقة العربية في خانة خط الفقر والعجز المائي وحذر التقرير من أن نصيب الفرد من الموارد المائية في تراجع كبيرة فيما يجعل التوزيع المتباين لمصادر المياه العديد من المناطق مصنفة في خط الفقر المائي الذي يعادل ألف متر مكعب وخط الفقر المائي المتقع إذا نزل تحت سقف خمسمائة متر مكعب والحال أن جميع الأرقام تشير إلى أن حصة المواطن العربي تراجعت إلى أقل من ألف متر مكعب كما توقع معهد الموارد العالمية أن ما لا يقل عن أربع عشرة دولة في الشرق الأوسط ستعاني من نقص المياه في الأعوام الخمسة والعشرين القادمة ومنها الكويت وقطر والإمارات والسعودية والأردن ومصر وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف المتزايد نتيجة شح الأمطار وارتفاع الطلب على الماء وقد دق المجلس العربي للمياه نقوز الخطر بخصوص الموارد المائية للدول العربية التي تحتوي على واحد في المئة فقط من المياه العذبة على مستوى العالم وتتعرض لضغط متواصل بسبب زيادة عدد السكان مع ثبات الموارد المائية يقدر الاستهلاك السنوي من المياه في العالم العربي بنحو 230 مليار متر مكعب منها 43 مليار متر مكعب تستهلك في الشرب والصناعة ونحو 187 مليار متر مكعب في الزراعة وتعاني الدول العربية إضافة إلى الجفاف وشح المياه من الصراع إذ إن الصراع على المياه هو من أسباب اندلاع الحروب والنزاعات وبما أن الدول العربية تشترك في العديد من الأنهار فهي مهددة دائما بنشوء صراعات أو حروب مثل وضعية إيران والعراق بسبب النزاع على مياه شط العرب رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تحديد الحدود النهرية بينهما عام 2014 بالإضافة إلى الخلاف التاريخي بين تركيا وسوريا والعراق على مياه دجلة والفرات منذ بناء تركيا للسدود التي قلصت من كمية المياه المتدفقة إلى سوريا بنسبة 40% ومن حصة العراق بنسبة 80% ويبقى أحدث هذه الصراعات وأخطرها الخلاف الحالي على مياه نهر النيل بين مصر وأثيوبيا والسودان بسبب بناء سد النهضة ويهدد هذا المشروع الضخم بسحب كمية كبيرة من مياه النيل حيث ستكون مصر الخاسرة والمتضررة الأكبر في هذا المشروع وفق تقارير دولية فالخسارة ليست متعلقة فقط بتأثير السد على منصوب نهر النيل الذي تعتمد مصر عليه بنسبة تتجاوز 95% لتأمين حاجاتها المائية بل ستواجه ندرة متفاقمة في المياه اللازمة لسكانها البالغ عددهم زهاء مئة مليون نسمة إذ ستفقد نحو 11 مليار متر مكعب من المياه سنويا بسبب تشييد السد موسم فيضان المياه في الطبيعة نفسه موسم بشائر الرزق لدى آدم الزراعة الفيضية يعتمد عليها المزارعون على ضفاف النيل بصورة كبيرة تماما كمياه النهر يمضي الوقت بلا رجعة ويأتي اليوم العالمي للمياه وإثيوبيا تصر على موقفها بالمضي في مرحلة الملء الثاني لسد النهضة خطوة تهدد أحلام آدم بانتظار مواسم الفيضان وتفتح احتمالات تأثر قطاعات خدمية أخرى واسعة في البلاد الرئيس الفيديا ما تكون بالصورة المطوبة لأن الحتة اللي بتقمر المياه ما تقمر أصلا ويجب أن تكون قلة بالرئيس الفيديا في العام الماضي خزنت إثيوبيا قرابة أربعة مليارات ونصف المليار متر مكعب من المياه وحينها شعرت الخرطوم بالعطش وبعد أقل من أربعة أشهر من الآن يبدو سيناريو العام الماضي قائما بالنسبة للخبراء لسيما أن كمية المياه التي تنوي إثيوبيا تخزينها هذه المرة تبلغ 13 مليارا ونصف المليار متر مكعب أدس أبابا تضع الخرطوم في موقف صعب وبمقتضاه قد لا يستطيع السودان إدارة سدوده مع ملء خزان النهضة وإلا يجي التنسيق وأثيوبيا صرحت بأنها حتم لهذا السد بموافقة باتفاق أو بدون اتفاق ومعنا ذلك أنه نحن ننتظر ما ستصفر عنه الأيام ومع تباين وجهات النظر لشأن آلية التفاوض والوساطة تلوم الخرطوم الاتحاد الإفريقي حين لم يعلق على خطوة إثيوبيا في وقت يعقد فيه مراقبون الأمل على وساطة ربعية دولية تقبل بها إثيوبيا وتقود إلى حل لا يكترث آدم وغيره من مزارعين بنوع الوساطة أو نهجها بقدر ما يهمهم أن تبقى مياه النيل قريبة من جروفهم وأراضيهم شيبة الحمد عبد الرحمن التلفزيون العربي الخرطوم وينضم إلينا من عمان الخبير في الرأي والمياه الدكتور منذر حددين أهلا بك معنا ضيفا على شبابيك يعني في البداية دكتور حددين لو تقيم لنا الوضع المائي في العالم العربي مثل ما تفضلت في برنامجكم وأنا شاكر لكم لاستضافتي تفضلت وقلت أن العالم العربي لديه حوالي واحد في المائة من موارد المياه الدولية وسكانه بيقتربه من أربعة ونصب المائة ومعظم أراضي قاحلة فلولا بعض الأراضي في بلاد الشام اللي هي الهلال الخصيب العراق بلاد الشام هذه المنطقة ومنطقة عسير والجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية ثم الطرف الشمالي الغربي في أفريقيا لو لا هذه المناطق الثلاث لكان إنتاج الغذاء في كافة أقطار العالم العربي يعتمد على الزراعة المروية المناطق الثلاثة اللي حكيت لك إياها هي فيها فرص للزراعة البعلية والإنتاج باستعمال مياه الأمطار فالتقييم الذاتي لو أخذنا المساحة مع السكان مع حاجاتهم سنجد أن نصيب الفرد من العرب زهيد جدا يكاد لا يفي بأي حاجات خمس السكان تقريبا أو أقل بالإضافة إلى تواضع كميات الأمطار الهاطلة كما هناك أيضا اعتماد على مياه أنهار للزراعة المروية ولتوفير مياه للصناعة والمياه المنزلية هذه منابعها في الجوار ما هي داخل الأقطار العربية لكن في الجوار وحتى لو كانت المنابع في أقطار عربية مجاورة هذا لا ينفي حصول المشاكل على إدارة تلك المياه بين الأقطار المتشاطئة طيب سيد حددين ولكن أزمة نقص المياه في الدول العربية كيف ستنعكس على المواطن العربي هنا سيكون تأثيرها ووقعها على المواطن العربي كبير واللي بيستر علينا واللي بيخبي الأثار السلبية جدا على الحقائق اللي بنذكرها اللي بيخبي علينا ويسترنا هو الاستيراد فمعروف أن الموارد المائية لأي قطر معظمها يذهب للزراع والزراع المروي والزراع البعلية فلا يمكن استفادة من رطوبة التربة إلا لها ما بتقدر تأخذي من رطوبة التربة لتروي بشر أو لا تخذ من صناعة فمعناته المياه غير كافية طيب كيف بمرس مع الصراخ بالشوارع وبالبيوت اللي بستر علينا هو الاستيراد وهنا تبرز أهمية العلاقات الدولية لكل عضو من أقطارنا مع الخارج خاصة مع الأقطار المنتجة للغذاء القابل للتصدير يعني اللي بنتج أكثر من حاجته اللي بنتج أكثر من حاجته احنا بنعتمد عليه حتى نستورد نعم وبتواكب هذه الاعتمادات عوائق قد تكون سياسية وقد تكون لأغراض الثأر وقد تكون لأغراض المضايقة وما بدي أدخل بيك مواضيع أكثر من ما أقول بس راقبي العقوبات بالمقاطعة الاقتصادية راقبي البواخر اللي بتحمل الأغذية وتوقفها بواخر أخرى في عرض البحر العقوبات المفروضة على دول لا تتماشى مع المنتجين عواقب غير محمودية دكتور حددين ابقى معنا نذهب إلى هذا التقرير والذي نرصد فيه معاناة نحو أربعة مليارات شخصة من نقص حاد في المياه مدة شهر واحد على الأقل في العام بينما يواجه نحو مليار وستمائة مليون شخص مصاعب في الوصول إلى إمدادات مياه نظيفة وأمنة وفقا لبيانات للأمم المتحدة مزيد من التفاصيل في تقرير باهية مرديني ممرات مائية ملوثة نهر تيتي في البرازيل يصرف مئات الأطنان من مياه الصرف الصحي والنفايات غير المعالجة كل يوم نفايات منزلية تسد نهر سيتاروم في إندونيسيا مياه الصرف الصحي تتضفق إلى نهر الفرات الدكتورة جوليا براون تقرع ناقوس الخطر بعد دراسة نقص المياه وترق إدارتها ومدى تلوثها وأثر ذلك على تحقيق التنمية المستدامة لا يدرك الناس كمية المياه التي تدخل في إنتاج الطعام الذي نأكله أو الملابس التي نرتديها وعندما نستورد طعاما أو ملابسا فنحن بذلك نأخذ حصة شخص آخر من المياه كما هو الحال في الأفوكاتو الذي يزرع في بعض المناطق التي تشح فيها المياه ليس لديهم مياه كافية للشرب وهي مشكلة حقيقية وأعتقد أنه ينقصنا فاغم الموارد التي يبدو أنها موجودة حولنا ولكن يفتقدها كثيرون في العالم تدرس الأمم المتحدة عبر مشاريعها توفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 لكن ندرة المياه آخذة في الازديات أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من نقص في المياه بحلول عام 2050 بحسب خبراء لقد أنفقت المنظمات غير الحكومية كثيرا من الأموال لتوسيع شبكة الإمداد لإتاحة الوصول إلى المياه من خلال بناء الآبار وشبكات المياه المشكلة هي كيفية ضمان استمرار صيانة هذه الأبار والشبكات وكيف تحافظ عليها المجتمعات بعض المنظمات تلتقط صورا لها مع مدخات يدوية جديدة لامعة ثم تسلم مشارعها إلى المجتمعات المحلية دون مال وتشير معلوماتي أن ثلث المدخات اليدوية عبر أفريقيا معطلة مطلوب استمرار ضمان مياه نظيفة وآمنة دون نسيان الأجزاء الفقيرة من العالم والتصدي للمخاطر الكثيرة التي تهدد مصادر المياه ابتداء بالالتزام بترشيد استهلاك المياه وانتهاء بتنفيذ قوانين حماية البيئة والحد من النفايات التي تلوث الأنهار والبحار نرحب مجددا بيدكتور منظر حددين سيد حددين استمعت معنا إلى ما جاء في هذا التقرير برأيك هل التلوث دور فيما نعانيه من شح في المياه؟ هل لماذا عبك؟ ما سمعتك من إيه هل التلوث دور؟ هل التلوث دور فيما نعانيه من شح في المياه؟ التلوث على أنواع فهناك تلوث عضوي وهناك تلوث صناعي وهناك تلوث ممزوج التلوث العضوي ممكن استدراكه التلوث الصناعي مكلف استدراكه وهذا يؤثر على طريقة الاستعمال أو هدف الاستعمال فالمياه المخصصة للشرب أو للنظافة المياه المنزلية والمياه التي تخدم المصانع لها مواصفات يجب أن ترقى إليها وإذا تلوثت أصبح هناك مخاطر صحية أما لأغراض الري وإنتاج الغذاء فالمواصفات تختلف فلا بأس من وجود بعض التلوث العضوي إذا كانت الزراعة لغير المنتوجات التي تؤكل دون طبخ تؤكل نية كالخس مثلا أو الطماطم هذه الأشياء يفضل دائما أن تتصل بها أو تمسها مياه ملوثة لماذا؟ لأنها تروح من الحقل إلى الفم تقريبا في بعض المجتمعات والمجتمعات الأخرى بعد الغسيب طيب دكتور حددين عذرا على المقاطعة لأن الوقت ضيق نوعا ما يعني لو ذهبنا إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار العربي للمياه كيف تقيم هذا خصوصا في الأردن؟ وهل هناك سياسة ترشيدية في هذا الخصوص؟ تعتمد عن مين تتكلمي؟ في بعض أقطارنا العربية يخذي بأثنين مثلا اليمن وموريتانيا هذه الدول من اقتصادياتها من الاقتصاد الداني المتدني فقدرتهم على الاستثمار للوصول بإدارة المياه إلى المستويات الراقية المطلوبة قدرة محدودة لماذا؟ لأن دخلهم متدني تأخذي معظم الدول العربية الأخرى وتركي الجزيرة العربية وأقطارها هي من الاقتصاد المتوسط الداني الفرق بين الاثنين الفرد نفس الفرد أنا بدي أكل 2800 كالوري في اليوم هذول كيف بنتجهم بكمية من المياه؟ بتروحي على موريتانيا مثلا أو على اليمن بتلاقي طريقة نقل المياه للري وطريقة ري المزروعات طرق تقليدية قديمة كفاءة استعمال المياه فيها لا تتجاوز 40 إلى 45% والباقي بيضيع فليش بيضيع؟ كيف بدك تسترديها؟ بدك تحسني من شبكات النقل والتوزية هذا يعني انفاق هذا يعني نقود لا يستطيع توفيرها لذلك الغرض عذرا لديق وقت الخبير في الرأي والمياه الدكتور منزر حددين شكرا لك ترجمة نانسي قنقر